ترجمة نانسي قنقر 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 لكل الناس اللي هني بالحجر المنزلي تماشيا مع شعار خليك بالبيت لحتى لكلنا سوا نساهم بالحد من انتشار وباء فيروس الكورونا نحن بشراكة روحية اليوم من خلال هالشيشي مع كل المؤمنين والمشاهدين إذا في من تباعد اجتماعي هذا الأمر بخلينا نكون بشراكة روحية أعمق من خلال الكتاب المقدس من خلال القربان الكنيسي لا تعرف إجازة روحية من بالبطال الروحية عندما تشتد الأزمة نحن نصلي أكثر فأكثر أيها الأحبة نحن اليوم بأحد الأعمى حسب الطقس الماروني في زمن الصيام رح نتأمل عند قراءة الإنجيل بإيمان الأعمى أعمى أريحة فلنشترك معا أيها الأحبة بالصلاة المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأباد آمين يا نورا من نور إلها حقا من إله حق أهلنا أن نتأمل اليوم في آيتك حين أنرت عيني الأعمى على طريق أريحة أن اربح نانك عيوننا لنعرفك ونتبعك فنسبحك مع أبناء النور ونشكرك وأباك وروحك الحي القدس إلى الأباد آمين السلام للبيعاء ولبنيها المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الثالوث الواحد الحقيقي الآب أبي الأنوار الأزلية والإبن نور من نور والروح المنبثق من الآب والابن قوة واحدة سلطان واحد إله واحد ممجد الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأباد آمين يا كلمة الله الوحيد يا من ولدت من مريم البتول في الزمن أنت الأول والآخر المبتدى والمنتهى لقد شئت أن تفتح عيون العميان لتعلمنا أنك مبدع النور ومعطيه وقد برهنت بآياتك أنك المسيح المنتظر الذي تكلم عنه آشعي النبي حينئذ تتفتح عيون العميان ويطفر الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأبكم فيا رب يا من أنرت السبل تقبل شهادتنا واعترافنا إنك حقا ابن الله ومخلص العالم نبتهل إليك يا رب أشرق بنور معرفتك في قلوبنا فرحنا بلقاء وجهك كما فرحت ابن طيما على طريق أريحة وانشر أنوارك في المسكونة كلها فيشاهد الجميع وجهك ويفرح بك ويرفع المجد إليك وإلى الآب الذي أرسلك والروح منبع القداسة الآن وكل آوان وإلى الآب آمين من قيمة النور ضاء فادينا نرجعنا الأرض حتى يجلو عنها الديجور الله تابي الآياتي العثم أظهر أحنى الناس قالوا هذا الموت الأكبر وجه النور الموت النورا غنى العوم ينكل نورا إنما أبدعت يتل الشكرا وهجان نوري نالت منه الأرض التاجد نوير من العقل يصمر يشتو التمجير أيها المسيح النور الحقيقي قادشات ألوه قادشات حيلتنه قادشات لميوته إتراحام علي قادشات ألوه قادشات حيلتنه قادشات لميوته إتراحام علي قادشات ألوه قادشات حيلتنه قادشات لميوته إتراحام علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبان آمين رجعوا صوت بعيدي يا ابن داودا رحمني لحظوا طرف سعيدي أبصر نعمة لبني شعبك الرجي يضرع يا ابن داودا رحمني صوتك العذب يسمع أبصر نعمة لبني ربي يا من تقبل قتما خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبنك الأبرار فصل من رسالة القديس بولوس الرسول الثانية إلى أهل كورنتوس برخمور رشكوهن المجد لسيد بولوس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه المحطة محطة أم تي في وكل المشاهدين والعاملين فيها وأبنائها إلى الأبد يا إخوتي أنا بولوس نفسي أناشدكم بوداعة المسيح وحلمه أنا المتواضع بينكم عندما أكون حاضراً والجريئ عليكم عندما أكون غائباً وأرجو ألا أجبر عند حضور أن أكون جريئاً بالثقة التي لي بكم والتي أنوي أن أجرؤ بها على الذين يحسبون أننا نسلك كأناس جسديين أجل إننا نحيا في الجسد ولكننا لا نحارب كأناس جسديين لأن أسلحة جهادنا ليست جسدية بل هي قادرة بالله على هدم الحصون المنيعة فإننا نهدم الأفكار الخاطئة وكل شموخ يرتفع ضد معرفة الله ونأسر كل فكر لطاعة المسيح ونحن مستعدون أن نعاقب كل عصيان متى كملت طاعتكم إنكم تحكمون على المظاهر إن كان أحد واثقاً بنفسه أنه للمسيح فليفكر في نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضاً والتسبيح لله دائماً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكي يبصر الذين لا يبصرون هل إلويا أمام بشارة مخلصنا المبشر بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس الذي بشر العالم بالحياة فلنصري إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجيدوا واشكروا كلمة الله الحي قال ماركوس البشير بينما يسوع خارج من أريحة هو وتلاميذه وجمع غفير كان برطيمة أي ابن طيمة وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق فلما سمع أنه يسوع الناصري بدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره أناث كثيرون ليسكت إلا أنه كان يزداد صراخا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وقال ادعوه فدعوا الأعمى قائلين له ثق وانهض إنه يدعوك فطرح الأعمى رداءه ووثب وجاء إلى يسوع فقال له يسوع ماذا تريد أن أصنع لك قال له الأعمى رابوني أن أبصر فقال له يسوع اذهب إيمانك خلصك حقا والأمان لجميعكم للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا للمسيح يسوع للمسيح يسوع التسبيح والبركات بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين اذهب إيمانك خلصك وللوقت عاد يبصر برطيمة أي ابن طيمة هذا هو اسم أعمى أريحة في إنجيل مرقص فقدان برطيمة للبصر جعله يتسول جالسا على جانب الطريق يستعطي رحمة الناس وكرمهم ليسد بعض عوزه وحاجاته الأساسية أتت الساعة بالنسبة إليه ليستعطي هذه المرة رحمة الرب يسوع متوسلا إليه أن يمنحه البصر بعد أن كان سمع من الناس عن أخبار يسوع وقدرته الشفائية وأنه هو الذي يمر الآن بجانبه على قارعة الطريق ولكي يسمع صوته وسط ضجيج الجمع الغفير الذي كان يحيط بيسوع صرخ الأعمى عاليا غير آبه بأصوات الناس التي كانت تنتهره ليسكت ليقول يا يسوع بن داود ارحمني فدعاه يسوع ليمثل أمامه سائلا إياه ماذا تريد أن أصنع لك ليجيبه الأعمى ربوني أن أبصر فبدون أي تردد قال له يسوع اذهب إيمانك خلصك وللوقت عاد يبصر في قول يسوع اذهب إيمانك خلصك إشارة واضحة إلى أن برطيمة أو أعمى أريحة هو وجه إيماني بامتياز يضاف اليوم إلى وجوه إيمانية ثلاثة ألفناها في آحاد زمن الصوم في تقصنا الماروني لما تأملنا تباعا بآيات شفاء الأبرس والمنزوفة والمخلع الوجه الإيماني الأول تلمسناه في الأبرس لما قال ليسوع جاثيا إن شئت فأنت قادر أن تطهرني فكان له ما أراد إذ أجابه يسوع قائلا قد شئت فأطهر الوجه الإيماني الثاني تمثل بالمرأة المصابة بنزف دم منذ اثنتين عشرة سنة كيف أن هذا النزف توقف فجأة بعد أن لمست بخفر وإيمان كبيرين طرف رداء يسوع وسط الجموع الذين كانوا يزحمونه وما أن اعترفت علانية بفعلها هذا حتى قالا لها يبنت إيمانك خلصك اذهب بسلام أما الوجه الإيماني الثالث والأخير فإننا نتبينه من خلال الرجال الأربع الذين بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى يسوع بسبب الجمع حمل إليه مخلع كفرنحوم بعد أن دلوا الفراش الذي كان مطروحا عليه دلوه من السقف الذي نبشوه وذلك طلبا لشفاء وإذ رأى ياسوع إيمانهم الكبير قال للمخلع بعد أن كان غفر خطياه قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك اذهب إيمانك خلصك قال يسوع للأعمى ما هو هذا الإيمان ما هو سر هذا الإيمان عند البشر الذي يحرك قلب الله ليأتي إلى الإنسان مخلصاً ما هي مرتكزاته ماذا يعني أن أكون مؤمناً بالله فيما الكنيسة تعرف عن ذاتها أنها هي قبل كل شيء جماعة المؤمنين الإيمان كما تلمسناه في الوجوه الإيمانية الأربع التي أشرت إليها يظهر بوضوح أنه ليس مجرد اعتراف خارجي لفظي بوجود الله هذا إيمان منقوص أو مبتور بالنسبة إلى المسيحيين فالإيمان بالنسبة إلى الأبرص والمنزوفة والمخلع والأعمى كما كان أيضاً بالنسبة إلى زكريا الكاهن وألي صباط تمرأته من جهة ويوسف ومريم أم ياسوع من جهة أخرى يتعدى حدود هذا الاعتراف الإيمان بالنسبة إلى هؤلاء هو اعتراف صريح بأن ياسوع الناصري أرسله الله مخلصاً شعبه من خطاياهم وفق ما جاء في قول ملاك الرب ليوسف في الحلم الإيمان بالنسبة إلى هؤلاء هو اعتراف أيضاً بأن هذا الخلاص لن يهبط على الإنسان من فوق بعصاً سحرية وبدون تعاون هذا الأخير بل إنه ثمرة جهاده الروحي ضد الخطيئة المستشرية وهذا الجهاد لكي ينجح عليه أن يستند أولاً إلى نعم الرب وبركاته التي تقوي إنسانيتنا الضعيفة والهشة والتي تجعل إرادتنا المتهاوية أو المتمائلة قادرة على فعل الخير وتجنب الشر هذا إن ارتضت أن تستنير بهدي الرب بالاستناد إلى هذا الإيمان الشراكة يخوض المؤمن جهاده الروحية وهو واثق بأن ما يبدو صعباً أو مستحيلاً في نظر البشر يغدو ممكناً مع الله لأن ليس عليه أمر مستحيل وفق ما قال الملاك جبرائيل لمريم عند البشارة وبالعودة أيها الأحبة إلى الوجوه الإيمانية المتمثلة بالأبرس والمنزوفة والمخلع والأعمى نتبين كم أن إيمان كل منهم بياسوع المخلص كان شراكة فعلية وحية معه فالإيمان عندهم يتولد أولاً من سماع تعاليم الرب ونداءاته وهي في نظرهم كل على قدر استطاعته تشكل دعوة شخصية لهم ليكونوا شركاء له وإن بدت تلك التعاليم والنداءات على كثير من الغرابة والغموض إلى حد إحداث الشك حيالها أحياناً كثيراً بفعل تلك الشراكة لم يعد الإنسان وحيداً يتخبط في عزلة إنسانية وروحية قد تكون بالنسبة إليه عبثية قاتلة لو لم يسمع أعمى أريحاً من الناس المرين أمامه على جانب الطريق لو لم يسمع عن ياسوع الناصري ورسالته لما كانت صرخته المدوية وسط الجمع الغفير صرخة إيمان بيسوع ليرحمه مانحاً إليه البصر في هذا السياق يؤكد بولوس الرسول في رسالته إلى أهل رومي على أن الإيمان هو من السماع والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح علنا أيها الأحبة لا نمل من الكرازة بالإنجيل في وقته وفي غير وقته سبيلاً للإيمان الشراكة مع يسوع تمدداً لملاكوت الله وبقدر ما يتولد الإيمان من السماع يتحول في زمن المحنة التي تلامس اليأس أحياناً يتحول توسلاً إلى الرب الرحوم والمخلص ومحب البشر كما ندعوه في صلواتنا وهذا التوسل ينبع لا عن الخوف بل من الثقة أن الله هو وحده القادر أن يحرر من البرس الروحي والنزف والشلل والعمى في هذا السياق لا يكون الإيمان توسلاً ما لم يختبر الإنسان بتواضع وروح بنوية محدوديته وهشاشته في هذا الوجود الصعب أمام الرب أما الذي لا يختبر يوماً تلك المحدودية والهشاشة عن جهل أو تجاهل عن اعتداد في النفس إلى حد الاستكبار كيف له أن يتوسل بتواضع إلى ربه فيما لم يسمع يوماً صوته في قلبه جل ما في إيمان هذا الإنسان هو تدين قائم على تطبيق خارجي لفرائض دينية تنص عليها الشريعة من شأن هذا الإيمان الفرائضي أو الشرائعي أن يوهم صاحبه بأنه بار في نظر نفسه وأمام الله فيما هو لا يقوى في عرف الإنجيل أن يجعل منه تلميذاً رسولاً ليسوع كما هو الحال مع الأبرس وأعمى أريحة بعد شفائهما مرقص الإنجلي يخبرنا أن الأول أي الأبرس راح بعد شفائه ينادي بأعلى صوته مزيعاً خبر شفائه أما الثاني أي الأعمى فراح يتبع يسوع يتبع يسوع في الطريق قبل أن يضيف لوقا قائلاً راح يتبع يسوع في الطريق وهو يمجد الله ورأى الشعب كله ذلك فسبح الله في ختام هذا التأمل بآية شفاء أعمى أريحة اجعلنا يا رب نصرخ إليك بإيمان الأعمى سائلين أن تشفينا من عمل قلبي والبصيرة فنرى النور بنورك يا يسوع الكلي النور كما تقول صلاتنا السوريانية اجعلنا يا رب ألا نتعلق بنسبية معايير الخير والشر التي تصيبنا بعمل بصيرة والقلب مع الكنيسة نردد ما قلناه اليوم في صلاة الغفران نبتهل إليك على عطر البخور أشرق بنور معرفتك في قلوبنا فرحنا بلقاء وجهك كما فرحت ابن طيمة على طريق أريحة وانشر أنوارك في المسكونة كلها فيشاهد الجميع وجهك ويفرح بك أمين نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والإبن الذي هو مع الآب والإبن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي آمين يتلوت مد بحيدة لهو والوطة لهو دم حادة اليوت وينو بصوغو الطيب وطوخ إعو للبيتوخ وصوغو بهاي كلوت قوت شوخ ديحل تخمري ودابار وابزادي كوتوخ آلي فيه صلاة وعلي ميت المران قالوا هون قبيل قرب نوخ نترحى معلين باصلوتوخ هالليلويا قال الرب إنني الخبز الموحي لآتي من حدن الأبي كوتا للعالم قابلاني حدن العذراء الأم الناقين عذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخاصبة صرت فوق المسباح كوتا للبيعة هالليلويا وخبز حياة أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قربين الأولين اقبل ما حمل إليك أبنائك وبناتك من قربين حبا لك والاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن لدى الله من آدم حتى اليوم ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار شربل والإخوة المسابكيين الثلاثة شفعاء نيابة صرب البطرياركية أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة كل المشاهدين الذين يشاركوننا اليوم هذه الذبيحة الإلهية عبر شاشة الأم تي في ونذكر أيضا كل المرضى المصابين بداء هذا الوباء الكورونا ونذكر أيضا كل الموت الذين سقطوا ضحايا هذا الوباء ونطلب أيضا منك يا رب أن ترافق جهود الأطباء والباحثين في مجال الطب لكي تنير عقولهم فيجدوا الدواء الناجعة لإخوتنا البشر الذين يعانون أكثر فأكثر من نتائج هذا الوباء واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان آمين موسيقى 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 متى عني الخطأ صدر المجد للعاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأباد أيها الرب الآب الرحيم القدس يا من أعدت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدس وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وكل آوان وإلى الأباد آمين السلام لك يا مسبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم إخوتي خدام الروح القدس سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يا سوء السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح أفكاركم بالمسيح صادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين محبة الله الآب ونعمة لابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين إنه لحق وواجر حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس بك يحيط الكاربيم والصارفين ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين قدوس 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 جميع قدوس 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 قد virtه قدوس قدوس قدрут قدوس قدوس قد Third واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي الكدوس منذ الأعالي السماوية ويحل على هذا القربان الموضوع هنا لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي الكدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل بزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاقي ومن أجل أساقفتنا لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا نؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب برحم أذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرف ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة نسألك يا رب يا رب برحم واذكر يا رب وطننا لبنان والعالم كله واشفنا من الأوبئة كما شفيت ابن طيم الأعمى فتبقى عيوننا تصب إليك نسألك يا رب يا رب برحم أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحي الذي سيدعوهم إلى الحياة اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحمة وغفران خطيئنا وخطاياهم أرح اللهم الموتى واغفر خطياهم سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد أمين أما قد تجسد طوعا وآجرا دماه الزكية فوق الصليل دماه الزكية فوق الصليل يا قربانا شهيا قرب عننا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد أمين أيها الرب الرؤوف أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهدف قائلين أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين أجل أيها الرب محب البشر لا تهملنا لألا تقوى علينا التجربة بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية لأن لك الملكوتة والابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد السلام لجميعكم ومع روحك احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مزبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحي لمن يتناوله واقبل البركة من الرب بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك أنقذنا من كل أذن وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتنا إلى الأبد ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة أب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناهلنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحية سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حم يا رحوم يا محب البشر ارحمنا يا رب ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم شكراً لكم نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد أمين السلام لجميعكم ومع روحك أيها الرب يسوع إله خلاصنا يا من صرت إنساناً لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لإسمك القدوس لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد امين اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثلوث الأقدس الآب والابن والروح القدوس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يصلح إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس أنتم نور العالم لا تخفى مدينة على جبال ولا يوقض سراج فيوضع تحت المكيام بل على المنارة ليضيء لجميع الذين هم في البيت ليضيء نوركم هكذا للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمشد أباكم الذي في السماوات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة